كاففان كاتر تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة لأنه الرجاء اللي بيجمع هذا العدد من الناس تحت صوت واحد تحت مضالة واحدة هذا النادي يعني أكيد أكيد رح يوصل إلى الأطمان وأكيد رح يأخذ إن شاء الله البطولة والبطولات الخاطبة نعتبر الرجاء فائز بإذن الله رغم أنه كنا هذه المباراة أصابنا في الآخر لأنه كان شوية بلبلة عند الدفاع شو شعورك وأنت بتحضر لأول مرة مركب محمد الخاميس وأمام جماعي الرجاوية لأصحابات عالمية ودائعة الصيت أنا يعني شعوري تقدر أني ببعض الشعر لي أوصف لك لأنه شعور جميل جداً أنك تكون موجود مباشرة أمام الجماعي وأمام أمام العائمة أن هذه أول مرة أنا بشارك بشكل مباشر لكن أنا ما ضيعتش ولا مباراة لنادي الرجاء ما ضيعتش يعني اهدرت كل مباراة الرجاء ورح أضل أحضر مباراة الرجاء سواء على التلفزيون أو أواج على الملعب إن شاء الله يعني رح يسعدنا هذا الفريق بالفوز ورح نضل رفين الراية الخضرة راية الرجاء راية السطين راية المغرب راية الشرفات أحب برك تأهل لأنه يتغلق لك القلب عليه لأنه سعيد أن أجري المقابلة لأنه موجود لا يخسروا لهم سيناعبون الكل نحن عدنا نتيجة نفجد واحد نقطر على النجزة ولكن الحمد لله المقابلة جرينا ودسفة أحبه جوه رياضي المهم والجوهات الجزائية كل جزائية طرحة ويقافه تقوم بالنسبة لنا ودوه المهم مقابلة كانت صعبة كانت كل كانت تقول أن هنا تقوم بمجانب قادرة ولكن لا تقوم بجزائر لأن تقوم بجزائر لأنه يتحصل هل يحصل لهم أداء ممتاز ومطبول كنحيهم على القتالي وعلى روح رياضيهم العابة دينا كنبادية اليوم العيام لأننا صارحة ترقم در مباريات تعادنا وتأهلنا اليوم أخسرنا وتأهلنا أداء من الصداف كنتظرنا أننا في نهاية نربحه ونتأهله وهذه كرة القادم تحتار بأنك تقدر تخسر ولكن الحمد لله أننا مقابل الدهب كنت لعبته أحد الضوار كبير وعلى شيء يقولون أننا ستكون نجاعة هجومية إلى تحت الفرصة في الجزائر لأننا ستقلنا مجموعة وضيئة مجموعة من الفرص ونقول أن البرمجة تأثير دينا بدأت كبان لأن هذه البرمجة مقابلات متتالية أربعاء سابت أربعاء ونحن نتوقع كرة الوطنية ورغينا واحد البرمجة التي تكون في صالح كرة القدم وهذه العصبة الاحترافية والجامعة الملكية فهي موضوع على إشارة هذا الفرق من أجل تمتيل كرة الوطنية ونأكثر في وقت وتكلمنا ونحن نتوقع جدًا ونحن نقدر الله أمن الجزائر ويضع البيضة وعمل الجمال ونحن شرهد ونحن تحذير و complaints ونحن نتوقع ونحن نتوقع أماكن منهم فرص ونحن نتوقع يحاول أن يركز على الطاكسي لأنه يتعلم عن القلون والتغارات لكي يحاول أن تقلب عليه و تقلب على التعول في أي ضرفية الحمد لله تعول جبنا اليوم و الحمد لله في مقابلة السابقة للعمامون الجزائر في ميدان ديالا فارق الرجال بداول مبرج يقولون يقولون محطبت هذا العرض الذي كان يطلبون الجمهور الذي يحضر الحمد لله كيف مليه وتأهلنا تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي و لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس لكي يوصلكم كل جديد ترجمة نانسي قنع